أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مواصلة الدفع قدما بالعلاقات البحرينية الأمريكية المتميزة في شتى المجالات خاصة العسكرية والدفاعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهاية العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الركن ذياب بن سقر النعيم رئيس هيئة الأركان الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية حيث رحب سموه بالفريق أول مايكل كوريلا وهناه بتعيينه في منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في مهم عمله مشيرا سموه إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية وما واصلت ليه من مستويات متقدمة ومنوها بهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو أفق أرحم بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة